الآن أثبت لنا أنه هو فريق كبير وبذكر الفرقة كلها على الأداء اللي بقدموه وإن شاء الله نشوف أداء مشرف في كاس العالم ونقول يا رب الأهل ياخد كاس العالم ويوصلنا للنتيجة ممتازة ونشوف أداء يشرفنا في كاس العالم ومش عاودين نروح ويومنا نروح كاس العالم أقلنا حاجة نوصل لنصف النهائي وربنا يكملنا للنهائي وناخد الكاز بمشيئة الله وبشكر فرقة الزمالك ومنقول لها هرد لك وما تزعلوش وإن شاء الله المسم الجديد نبقى أحسن وأحسن وشكرا لكم وأهلاوي وبطل الدوري 2024 المسم الجديد النهائي اللي هاب ماتش عظيم قوي واللعيبة كلها كانت كويسة بسم الله ما شاء الله اللعبة بتاعتنا واللعيبة اللي هاب ماتش عالمي والله نهار بنبارك للنادي الأهلي طبعا من المجلس صدرته وجماهيره فوز كبير وعارض للنادي الأهلي الأهلي استغل المباراف وأحرازنا هدف مباكر كنا ممكن نضاعف النتيجة وتوصل للنتيجة أكبر من أربعة وكتير ممكن شوية اللعبة بهدوء أعصاب اللعبة بصقة اللي احنا خلاص حسننا الدوري كان ممكن النتيجة تزيد أكتر من كده كل الجمهور وكل الناس كانت عايز النتيجة تعالى وتزيد أكتر من كده لكن طبعا يعني جهده مشكور من اللعبة تعودين من أهل على كده دايما وبصراحة أنا بالنسبة لنا وبالنسبة للجمهور الماتش ده بالنسبة لي أهم من الدوري وأهم من حاجة كتير جدا ده ماتش ديربي فريق كبير وصد فريق كبير بس أهم حاجة من ماتش ببعض كلنا واحد وكلنا بنشجع كورة ما ننفعش الموضوع يطلع بره أطار الكورة طبعا ألف مبروك يا جمهيري الأهلي وغرضي لك لنا طبعا احنا كنا بستنين اللعبة الزمالك اللي احنا بنشجعها تصالحنا النهاردة بالماتش بتاعي النهاردة بعد اخسارة الدولي طبعا بس الحمد لله على كل حاجة واللعبة إن شاء الله تحسن الموسم الجاة إن شاء الله قلنا لقى ليكسب اتنين اتنين دواحد اتنين سيف لكن اربعة دي اربعة دي ما غيرتش متوقعة مفيش واحد كتزمالك وكان يتوقع النتجة دي خالص بس احنا عايزين نوصل رسالة للإدارة إن يهتموا بالنادي واللعيبة لإن حرام كده احنا تعيدنا من اللي بيحصل دوة أتمنى الإدارة تشوف اللي بيحصل دوة لإن الزمالك أكبر من كده بكتير لإن والله العظيم حرام اللي بيحصل دوة حرام علينا يعني كنت متوقعة النتجة تلاتة واحد بس ما كنتش متوقعة لها تبقى أربعة وهارضي لك لنادي الزمالك وإحنا كده كده واحد وشعب واحد بس مهم الاحترام أهم حاجة يا جماعة ما ينفعش اللي بيحصل كده والله دوة كرة وفي الأول وفي الآخر شعب واحد كنتم متوقعة نتفوز نادي الأهلي وكنتم متوقعة لها تيجة ستة واحد وكاننا نفسينا نعيد المجد تاني بس ما حصلش نصيب وهارضي راكل الزمالك طبعا مابوك نادي الزمالك لجميع نادي الزمالك مابوك نادي الزمالك محمود خسيب رايش نادي الزمالك بحب نادي الزمالك